تعالوا نروح بسرعة للحدث الاهم واللي انا عارف ان حرككم كنت منتظرينه منذ يعني ساعات طويلة وهي قرعة كأس العالم منذ قليل في القاهرة في العاصمة المصرية القاهرة تم عمل القرعة هتقولولي هي حلوة ولا وحشة هقوللكم مش عارف هي المفروض بالنسبة لي حلوة بس بالنسبة المستوى المنتخب بتاع حسام البدري هقوللكم انها صعبة لانه المستوات والمباريات الاولانية اللي في عهد الكابتل حسام البدري والمنتخب اداها الحياة ما تطمنش لكن على مستوى اسمه منتخب مصر واسماء الفرق اللي وقيت معنا في المجموعة السادسة في التصفيرات على كأس العالم دي ده احنا المفروض نصعد واحنا سايبين ايدينا قبل ما نلبس الشرطة والفنين لنكون ساعدنا بالمناسبة قبل ما لكم المجموعة نظام التأهل لكأس العالم القادم اللي الحد دلوقتي معمول في قطر 2022 انه عشر مجموعات عشر مجموعات كل مجموعة فيها اربع فرق حل عشر مجموعات كل مجموعة فيها اربع فرق العشر مجموعات دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة عشر صح وكل مجموع فيها اربع فرق العشر مجموعات حيصعد منهم الاول بس اول متصدر المجموعة بس هو اللي حيصعد منها مش حيصعد ده الكاس العالم مباشرة لا هيسعد منها يقابل واحد من المتصدرين العشر اربعين بتوع المجموعات يعني هم عشر مجموعات كل واحد كل مجموعات يتصدر منها واحد فيبقوا عشر فرق العشر فرق دول يتعمل بينهم قرعة خمسة يلعبوا خمسة اللي هيكسب من كل ماتش يسعد تلقائيا مباشرة لكاس العالم زي مش عايز افكرهم بتاع كاس العالم ايه بتاع اللي احنا صعدنا وتصدرنا المجموع بعدين لعبنا جانا ماتش رايح جاي وانتو فاكرين طبعا حصل ايه في ماتش الستة التاريخي ده اللي ربنا لا يعيده يعني كويس تعالوا نروح للمجموعات باش هقول لكم مجموعات مجموعاتنا الاهم الاول بعدين هفصص لكم التسع مجموعات تانية مصر وقعت في المجموعة السادسة هي رقم واحد متصدر المجموعة وان شاء الله تتصدر المجموعة بالنقاط يعني في نهاية التصفيات ثم معانا الجابون ودي فرقة قوية ومش قوية لطيفة يعني هي ما فيهاش غير اوباميانج اوباميانج ده اللي هو اللعيب الكبير بتاع نادي ارسنال في انجلترا غير كده الفرقة يعني ميح تقدر انت مصر تتجاوزها بسهولة ذهابا وعودة لو انت مصر لو انت مصر خد بالك يا حس خد بالك يا كابتن بدري لو احنا منتخب مصر بعفوانه وقوته اللي هي دي انت تاخد الجابون دي عادي رايح جاي مع الاحترام للحج اوباميانج يعني نجمع دي ارسنال واحد من هداف الدولة الانجليزية بس ما فيش حد بيشيه فعلا لوحده عشان كنا محمد صلاح برضو ما ينفعش يشين منتخب مصر لوحده لازم منتخب مصر كل عنصر فيه يهد الدنيا فالجابون فرقة كويسة طبعا لكن في المتناول ومعانا منتخب ليبيا منتخب ليبيا الشقيق طبعا في العادي منتخب ليبيا منتخب قوي وبيبقى دربي عربي وبتاع لكن في الاحوال اللي فيها ليبيا دلوقتي الوضع صعب في ليبيا جدا 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 يعني وغالبا المباراة هتتلاعب بتاعت مصر وليبيا هتتلاعب خارج ليبيا لانه الاوضاع الامنية في ليبيا غير مستقرة فممكن تتلاعب في تونس او في الجزائر او حسبما يقرر الاتحاد الليبي يعني لكرة القدم ففي النهاية المنتخب الليبي واوضاعه بسبب الاوضاع الامنية غير مستقرة في ليبيا فمستوى كمان مش قوي قوي فدي فرصة كمان لمنتخب مصر الفرقة الرابعة اللي معانا أنجولا وأنجولا برضو فرقة اللي هي مش من أسياد القر يعني مش بتكلم على غانا مش كنوب أفريقيا مش كاميرون مش السنغال مش الحاجات اللي تنعبوا تبقى عارف انه المطش خمسين خمسين مبلاء لا التلات فرقة اللي معاك لو انت في مستوك لو انت في مستوك تكونهم رايح جاي لو انت في مستوك الحقيقي ومنتخب قوي تاكن التلات فرقة اللي معاك دول جابون ليبيا أنجولا رايح جاي الميزة كمان في الجابون وأنجولا حاجة مهمة حالكم ممكن بتاخدوش بالكم بينها قوي بس انا عشان كوير شوية ومتبع كرة شوية عارفها الجابون وانجولا دول دول استداتها حلوة جدا استداتها وملعبها حلوة جدا مش زي بعض الدول في افريقيا تروح تلعب تحس ان انت بتلعب في جورن او بتلعب في غط عنب والحشيش طالع ونزل ومش عارف لا انجولا ملعبها اللي بيلعبوا عليه المباراة الدولية في انجولا حلو جدا وفي الجابون اللي اتعمل عليه كاسي الامم الافريقية اعتقد 2013 ملعب رائع وانجيلة ممهدة وحاجة ممتازة فملعب حلوة قوي 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 ومستويات فرق متوسطة فده في مصلحتنا مليون في المية بالاضافة طبعا ليه الوضع الصعب اللي فيه المنتخب اللي بالشقيق عشان كده قلتلكم انها مجموعة في رأيي في المتناول ومنتخب مصر وكابتن حسام البدري ما لهمش عزر ما لهمش عزر لو ما سعدناش من المجموعة دي ما فيش عزر فيش حجة فيش مبرر اصل ما اصل اي كلام عن عدم تأهل مصر وبفرق كمير من النقاط عن المجموعة دي يبقى فشل ذريع يجب ان يحكم المسؤول عن المنتخب يجب ان يحكموا عليه الماتش بقى اللي بقى لما نسعد ان شاء الله الماتش تيجي عرعتنا في فرقة قوية تخرجنا او نخرجها نتكلم ساعتها لكن عدم التأهل من هذه المجموعة جريمة وانا بقول هذا الكلام هو في يوم القرعة بسرعة اقول لكم باية المجموعة المجموعة الاولى منتخب الجزائر مع بوركينة فاسو والنيجر وجيبوتي ومبروك على الجزائر التأهل المجموعة التانية تونس وزنبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية هي زنبيا هتحكي شوية مع تونس يعني موريتانيا طبعا فرقة لسه بتقولي هادي غينيا الاستوائية مش عارف بيلعبه كرة مربعة ولا بدورة عندهم لكن يعني زنبيا فرقة قوية طبعا ولبنا بكون مستواها بتغلس على الفرق الكبيرة لكن اعتقد ان منتخب تونس قادر على حسم التأهل كمان من مجموعة دي مجموعة التالتة نيجيريا وكاب فردي كاب فردي اللي هي الرأس الاخضر وسنترال افريكا هنا افريقيا الوسطى افريقيا الوسطى دي بتلعب بس كرة سلة جمدين او في كرة السلة لا يعرفونا شيئا عن كرة القدم ولايبيريا اللي ما بعد اعتزل جورج وايا غالبا يعني افلوا ونسوا كرة القدم فمبروك على نيجيريا التأهل طبعا المجموعة الرابعة الكاميرون وكودفوار وموزنبيق وملاوي دي مجموعة نارية دي مجموعة نارية بجد حظ وحش اول الكاميرون وكودفوار ان هما الاتنين يتحطوا في مجموعة واحدة عايز اقولوكو ملاوي كمان بتلعب كرة وموزنبيق بتلعب كرة بس طبعا هما مستويات اقل فالمعركة هتبقى طحن ما بين كودفوار والكاميرون على بطاقة التأهل مجموعة الخمسة مجموعة لطيفة جدا 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 متهالي بحدش راح في المجموعة دي يعني مش عارف مين حيلعب مين فيها مالي واؤغندا وكينيا ورواندا الاربع فرق حيقعدوا يقطعوا في بعض وغالبا المجموعة دي حتنتهي بفرق مش عارف بقى فرق كروت الصفرة غالبا اقول لعب النظيف يعني ما عافش مين حيكسب مين في المجموعة دي غريبة جدا جدا فهاش فرقة قوية بالقوة الكبيرة مجموعة الست سنة قلتها لكم بتاعتنا مصر والجابون وليبيا وانجولا وان شاء الله تبقى مجموعة سهلة لمنتقى بمصر بإذن الله مجموعة السبعة غانا وجنوب افريقيا وزمبابوي واثيوبيا ودي مجموعة تقيلة غانا طبعا من وحوش القارة سوث افريقيا منتقب قوي جدا وهو اللي خرجنا من كاسر قوة من الافريقية اللي على اراضينا في شهر يونيو اللي فات زمبابوي بتلعب كرة كويسة واثيوبيا منتقب صاعد بيلعب كرة كويسة لكن طبعا هتبقى المنافسة ما بين غانا وجنوب افريقيا مجموعة تمنى السنغال والكونجو وناميبيا وتوجو في فرقتين معقولين توجو بتلعب كرة كويسة والكونجو كمان بتلعب كرة كويسة لكن اعتقد السنغال بأسود الترانجا وطبعا ساد يوماني والناس دي مش هيسمحوا ان هم يضيعوا الفرصة في التأهل مجموعة التسعة المغرب أسود الأطلسي وقع مع غينيا وغينيا بساو والسودان الف 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 مبروك والله يفرحنا للمغرب من قلبنا يعني دول مستنين من دلوقتي التصفيات اللي جاية لانه يعني معهم غينيا وغينيا بساو يعني ممكن ياخدوهم في مشوار واحد ينزلوا بالطائرة للعب المطش ده والتاني يوم يلعب المطش التاني ويرجعوا ونخلص الليلة دي طبعا مع الاحترام للمنتخب السودان لكن طبعا منتخب المغرب يتفوق لانه الأجهز والأكثر يعني معدد محترفين وتألق يعني المجموعة الأخيرة دكتور كونجو كونغو الديمقراطية وبنين ومدغشقر وتنزانيا انا حب المجموعة دي اوه اوه بقى يا سلام يا سلام لو احنا تأهلنا من المجموعة السادسة وروحنا لعبنا المتصدر بتاع المجموعة دي او اللي فوقيها يعني احنا المجموعة السادسة لو ان شاء الله تأهلنا بازن الله عن المجموعة دي كمتصدر والقرعه وقعتنا مع المتصدر بتاع المجموعة الخمسة او العاشرة اللي هم الاتنين اللي في الاخر الجدول خالص دول هطلنا كده جدول اخر اتنين خالص في الجدول على يمين الخمسة اللي فوق والعشرة الليoll تحت اي فرقة من التمانية دول مبروك عليكم كسر عالم اي فرق من التمانية دول نوع معاهم مبروك عليكم كسر عالم اي فرق من المجموعات بقى اللي على الشمال هنتعب شوية هنتعب شوية